اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة النهاردة حلقتنا مختلفة جدا جدا وهي حديث الساعة في ظل قانون التصالح الجديد هناك العديد من التساؤلات ما هو قانون التصالح الجديد؟ وما هي الاجراءات المطلوبة لتقديم ملف التصالح؟ وما من يطبق عليه قانون التصالح؟ وما هي الاجراءات؟ والنهاردة طبعا في اسئلة كتير جدا جدا وهيجاوبنا على اسئلة ديها المهندس محمد مبارك متخصص في عمل ترخيص هدمه انشاء وتعليه وايضا تصميم وتنفيذ المنشآت الهندسية ومدير مكتب التميز باش مهندس اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك يا سيد احمد واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين وان شاء الله تكون حلقة موفقة لنا جميعا ان شاء الله ان شاء الله في البداية عايزين نعرف مع بعض ايه هو قانون التصالح يعني تعريف مبدئي نعرف ايه هو قانون التصالح طبعا فيه ناس كتير اتكلمت فيه من السادة المهندسين لا فاضل من وزارة الاسكان او اي مسئول من الدرات الهندسية ولكن النهاردة احنا عايزين نلمس المشاهد من تساؤلات وما هو قانون التصالح ببساطة كده تمام قانون التصالح في البداية هو تقنين الوضع المخالف يا سيد احمد بمعنى ايه بمعنى دلوقتي انا بنيت مخالفة سواء كان في خارج الحزر العمروني او داخل الحزر العمروني اي مخالفة صدرت ليك ضمن مخالفة 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد او ما سبك منه من مخالفات يتم التصالح عليه ليه علشان اقنن الوضع المخالف اللي زي ما قلت لحضرتك توجه هنا فيه ثلاث حاجات يا سيد احمد بصراحة فيه توجه من الدولة المصرية وفيه رؤية عالية جدا من الدولة المصرية والدولة المصرية هنا متمثلة في الحكومة المصرية وفيه هدف من قانون التصالح والثلاثة بنود الاساسية لازم نقف عندهم فترة كده ما هو رؤية قانون التصالح؟ رؤية قانون التصالح اولا نصد احمد هو ليس ازالة بيوت الناس وده احنا عايزين نبينه لسادة المشاهدين هو غير ملزم لنهو يزيل البيت انا مش منزل قانون عشان ازيل بيت انا منزل قانون عشان اقنن الوضع المخالف يا سيد احمد توجه الدولة هنكمل بس الجزئية البسيطة دي توجه الدولة يا سيد احمد ركاد السياسية هو غلق هذا الملف تماما غلق هذا الملف تماما من حيث استفادة المواطن به ومن حيث تطوير قانون التصالح وان شاء الله طيب بقى فيه فاصل بس قصير تماما نستكمل الحديث بس بعد الفاصل تماما وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع المهندس محمد مبارك في قناة التصالح باش مهندس اهلا وسهلا بك مرة ثانية اهلا وسهلا بك من قطحتك بس عشان كان ضروري كان معانا الازام فعايزك بقى تكمل لنا قانون التصالح طبعا احنا خلاص انتهينا من نقطة رؤية القانون ورؤية القانون وهنا قلنا هو ليست ازالة بيوت خالص هو تقنين الاوضاع المخالفة بحيث ان المخالف ده يقنن وضعه عشان يبقى عايش يعني ايه يعني بوضع سليم ده توجه الدولة يا سيد احمد تمام وقنن الوضع تماما علشان الدولة المصرية او الحكومة المصرية تقدر تتفرغ لتطوير بقى ما يعني ما استفاد منه المواطنين من مخالفات في خارج الحاجز العمروني او داخل الحاجز العمروني تطوير هنا من صرف صحي من مياه من قهربة من غاز فتوجه الدولة هو الاستفادة وليس معاناة المواطن طبعا هو الكلام بتاع حضرتك ده الاستفادة عشان يقدر يعيش في وضع سليم وبخصوص الاستفادة عايزك تقول لي بقى الافادة يعني العائد على الدولة والعائد على المواطن بشكل مواطن ده سؤال ممتاز جدا يا سيد احمد بالنسبة للمواطن وده نبدأ به لان الدولة بتعيش عشان خدمة المواطن المواطن في الدولة الأولى طبعا 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 المواطن هنا هيستفيد ازاي من قنون التصالح هيستفيد ان هو بيقنن الوضع المخالف بتاعه فخام الدولة رئيس الوزراء بيقول ايه كان عندنا في محافظة الألوبية في بانها وقال انا مش عايز حد يجي لك تاني من كهربا من وحدة محلية ده يسر عليه كتير ان يقدم اه يقولك انت مخالف انا عايز انهي موضوع كلمة مخالف بالنسبة للوضع القائم بتاع حضرتك وعايز اتقنن الوضع القائم بتاع حضرتك والتصالح ما ثابت رخصة التصالح ما ثابت رخصة ان انت وضعك سليم سليم مية في المية ولك حق انك تقدم على مية وقهرباء وصرف وكل حاجة تستمتع بكل المرافق من الدولة المصرية ده استفادة المواطن بقانون التصالح طيب الاستفادة للدولة المصرية طبعا انا هحصل مديات طبعا ممكن تقدر تفيد الاقتصاد المصري خد بال حضرتك بالنسبة للمديات وده امر شائق جدا حضرتك دلوقتي المواطن عنده لفس في النقطة دي هو انا بدفع جديد تصالح او بدفع رسوم تصالح عايزين نوضح له طبعا ونعرفه يا فندم المحصور المخالف في جمهورية مصر العربية المباني المخالفة اكثر من 3 مليون مخالفة 3 مليون مخالفة والتصالح حوالي تقريبا مليون لا لا ما قدم على التصالح هو مليون مليون طلب اتقدم يعني عدد ضئيل جدا بعدد مثلا 6 مليار جنيه طيب انا اقدر اكفل او اتكفل كدولة مصرية لل 3 مليون عايز كام عشان الخطة البنية الاساسية تبقى سليمة عايز كام عشان اقدر ادخله صرف الصحي عايز كام عشان اقدر ادخله كهرباء عايز كام علشان اخليه يتمتع بكل المرافق اكثر من 600 مليار فانا الدولة هتدعم المواطن فالتصالح هنا هو مساعدة يعني بجزء ضئيل جدا بحيث ان انا اقدر اوفر لك باقي المرافق المواطن المستفاد من الدولة المصرية والدولة المصرية احنا بنشكرها والحكومة المصرية احنا بنشكرها على تطبيق قانون التصالح لان التطبيق قانون التصالح هو عائد اللي هو هيعون او هيقدم معاونة او مش هيرفع الدعم عنه هيقدم الدعم عنه في قانون التصالح وهيزوده المرافق بتكلف الدولة هتحمل الدولة هتتحمل عبق يعني عبق كبير جدا ولكن للأسف المواطن مش واخد باله من ده احنا موجودين بقى عشان نوضح للمواطنين قانون التصالح هيفيدك ازاي وانل انت بتدفعه حضرتك ما يمثل واحد من عشرة من التكلفة الفعلية بالتخطيط العمراني اللي هيحصل لحضرتك بالمرافق اللي هتتوصل لحضرتك الدولة المصرية انا بوجه الشكر لها في قانون التصالح مرة واثنين ليه؟ لان هي فعلا اثبتت امام العالم كله ان هي في خدمة المواطن طبعا هو طبعا اساسا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني عنده المواطن في الدرجة الاولى سيادة الرئيس بقدر المستطاع بيحاول انه يطور ويخلي مصر ديت يعني فوق يعني يعني عايزها يعني في الدول العظمى عايزها في مسالة الدول العظمى احنا المفروض كشعب مصر نفهم رؤية القيادة السياسية ما بصي بقى عندنا نظرة مشتقبلية بالضبط انا فخامت الساد الرئيس لما كان هناك جولة وقال سيب لي انا اخطط لك كان اصدف لنا ما تخلنيش ابص في التصور الجوي كل شهر الاقي البقع الخضراء بتستنفذ يا فندم احنا في دولة واحنا في سيادة قانون واحنا في هيب الدولة نحن نتعامل مع قانون عايز تبني في الزراعة سيب الدولة المصرية تقدر تخطط لك بتخطيط عمراني محترم حضرتك مش هتعرف تخطط بوضع سليم انا مش بهاجم برضو المواطن انا مش بهاجم المواطن احنا موجودين عشان بس نوضح الصورة الكيادة السياسية بتخدم المواطن ازاي؟ ده اللي احنا قلناه الرؤية والهدف في خدمة المواطن اللي هو تقنن الوضع المخالف بتاعك وده المواطن لازم نكون لامسه لازم المواطن نكون لامس الوضع الحالي للدولة طيب بص ليش مهندس احنا معنا التصوير ايه رأيك ناخده؟ وبعدين نرجع نكمل حديث تمام تمام السلام عليكم السلام ونحب الله وبركاته ازاي في عصري؟ ازاي حضرتك كيف انده؟ الحمد لله معك عبد الله بحيرا نورتنا يا استاذ عبد الله نورتنا تفضل الله حضرتك معلش انا كنت بس عايز بس اسأل البش مهندس بس شؤال انا عندي قطعة 6 متر في قرية بس في عامل بدروم والدور الثاني يعني النص وكده انا عامل بس العمدان بس فقط بدروم وارضي يا فندم؟ لا بدروم وارضي بادروم وبعك ارضي تمام فندم ده يعني هتحاسب عليه ازاي حتحاسب دورين ولا حتحاسب دور واحد ولا ايه بالضبط يعني تمام فندم تمام ماش شكرا تمام يا استاذ عبد الله البش مهندس هيرض على حضرتك حالة بص حضرتك هو انت بعد ما تستوفي جمعي الاوراق المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح تمام هو بيكال الاستاذ عبد الله بيتكلم انا عندي 96 متر وفي قرية مش في مدينة ليه ليه في قرية هو حدد برضو في قرية وفي مدينة لان القرية لها سعر والمدينة لها سعر تمام احنا بنتكلم ان حضرتك دلوقتي هتتحاسب على البدروم والارضي كمساحة كاملة دورين يعني انت حضرتك هتضرب المساحة المخالفة اللي هي 96 متر في اتنين عشان حضرتك باني دورين والرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقابي او تقرير الاستشاري اللي صدر لحضرتك هيقول دورين يعني بدروم وارضي علشان ده الوضع القائم حضرتك بتتصالح التصالح يا استاذ احمد على الوضع القائم يبقى 96 متر في اتنين علشان دورين في سعر المتر في الكرة والعزب وانا هنا بقى بشكر دولة رئيس الوزراء لان كان فيها تضارب كان سايبها للسادة المحافظين هم يحددوا السعر ايمانا منه وتماسكا منه على تقليل العبق على المواطن وعشان يبقى فيه عدالة تقليل العبق على المواطن مادية خلى المتر يا فندم بخمسين جنيه خلاص يبقى انت حضرتك الإجمالي بتاع حضرتك 96 متر في اتنين تمام في خمسين جنيه واقسم الكلام ده على الاربعة او خمسة وعشر في المية حضرتك بيتم سدادهم دلوقتي اللي هما ما يسموا بجدية التصالح حضرتك قلت جملة مهمة جدا ان السعر في القرى تمام غير المدر غير المدر طبعا في النقطة دي طبعا اذا انا بقول لحضرتك فيها عدالة يعني فيها عدالة عظيمة طبعا لان يعني اسعار المدن مش هتكون طبعا زي القرى بالضبط دول غير دول طبعا فعايزك برضو يعني تشرح لي الاسعار هنا كام مثلا وهنا كام بالنسبة للقرى والعزب اللي هو توابع القرى تمام دولة رئيس الوزراء حددها خمسين جنيه لكل متر تمام تمام ايا كان حضرتك بقى باني دور اتنين تلاتة باني مبنى عشوائي مساحته حضرتك بتضربها في خمسين متر خلاص تمام بالنسبة لمراكز والمدن يعني احنا مثلا هنا بعد قرار دولة رئيس الوزراء هنا محافظة الاليوبية قرار رقم ستمية تلاتة وتسعين لسنة الفين وعشرين تمام قال القرى والمدن بعد طبعا رئيس الوزراء خمسين جنيه طب خلاص ما اتفقنا طيب ده في حالة سكني طب تجاري احنا بنتكلم في مئة وتمانين جنيه الوضع يختلف طبعا طب لو المبنى بتاعك إداري تسعين جنيه طب لو صنوعي خمسين جنيه طيب لو دور عبادة خمسين جنيه طب لو غيرها غيرها ده اللي هو مشروعين يعني او مشروع صنوعي كبير او مشروع قومي او مستثمر محطة كهرابا مثلا اي مشروع غيرها متين خمسة وعشرين جنيه لكل متر طبعا طوخ اها شبين الاناطر الخانكة ده احنا بنتكلم في مباني بالنسبة للاجراءات المتبعة ده حديدتها اللايحة التنفيذية في المادة 2 وقالت هو صور البطاقة مقدم الطلب المستند الدال على صفة ملكية الطلب اللي هو متمثل في عقد الملكية ولازم يكون واخد عليه صحيح التوقيع طبعا تمام المستند الدال على اثبات تاريخ المخالفة وهذا المحضر والرسومات الهندسية المعتمدة من مهندس نقوي وتقرير سلامة انشائية دولة رئيس الوزراء برضو ايمانا منهم على التساهل والتوجه الدولة على ان هو يسهل للمواطنين التقديم قال قدم باي حاجة دلوقتي يوليك شهرين استكمال اوراق قدم باي مشتند يكون معاك حاليا لو بصورة البطاقة وحضرك عايز تقدم وعايز تدفع على المساحة قدم هتستكمل الاوراق بعد شهرين هيحسبو لك لو في زيادة هيحسبو لك الزيادة برسم فحصة أو جديد تصالح ومن ثم رسومات الهندسية هي التي تثبت ذلك طيب بخصوص انك قلت شهرين وطبعا في مجالس المدينة بتتم تقدمها في مجالس المدينة أو المجالس المحلية دلوقتي في مدة معينة بما ان حضراتي قلت شهرين في مدة معينة مسموح بيها وبعدها يبقى خلاص ما فيش تقديم للتصالح ولا لأ هو الحد دلوقتي وانا بتمنى انها تتمتد يعني لان فيه ناس كتير طبعا عايزة تتصالح هو الحد دلوقتي الحد تلاتين تسعة آخر معاد تقديم طلبات التصالح الحد تلاتين تسعة تمام؟ القادم يعني يعني الجبوة الجاية اه بالزبط لآخر معاد تقديم طلبات التصالح طيب بالنسبة طب انا اتمنى ايه انا اتمنى طبعا اللي هي تتمتد لان الناس احنا احنا جالنا تلاتة مليون مخلفة اللي قادم على طلب التصالح مليون تمام بس الناس خايفة ليه الناس ما عندهاش ما عندهاش الصقاح والوع استيعاب لرؤية الدولة والقيادة السياسية رؤية الدولة والقيادة السياسية فاندم قدم ورقك يا فاندم اتصالح علشان تقدر تستفيد بالوضع القائم المخالف بتاع حضرتك تعلي يعني على فكرة تصالح يا فاندم ما ثابت رخصة بمعنى ايه حضرتك دلوقتي اتصالحت انا اتصالحت بقى معاك رخصة ان المبنى بتاعك ده خلاص يعني انا دور ارضي الاستاذ عبدالله اللي كان بيتصل علينا من شوية باني بدروم وارضي عايز يعلم حضرتك اكيد هتعلم طيب في سؤال بخصوص مثابة رخصة الرخصة دي ملف التصالح لوحد لما بياخدوا الرخصة دي بتكون مثلا لكذا دور يعني تلتة دور ولا بيبقى التصالح حسب الدور التصالح حسب الوضع القائم تمام يعني هو باني دور خلاص التصالح على الوضع القائم حضرتك باني ارضي ودور يبقى على الارضي ودور حضرتك باني مثلا مبنى بلوك يبقى تتصرع على البلوك طيب ايه اللي يحصل بعدين حضرتك التصالح ما ثابت رخصة يعني انت اثبت انك تبع الحيز العمراني الجديد او ضمن الكتل المتخمع من الحيز العمراني فتقدر تقدم على رخصة هدم وتهد البيت وتقدر تقدم على رخصة انشاء وتبني البيت تمام يعني دلوقتي معاك الرخصة بعد كده عادي تعمل رخصة انشاء عادي جدا وتهد وتبني عادي تمام طيب دلوقتي حضرتك قلت ان دلوقتي عندنا ثلاثة مليون مخالفة اه طبعا واتصالح فيهم مليون اه طب دلوقتي لا مش اتصالح تم التقديم اه قدم على طلب التصالح مليون يعني ده يعني يعني في وضع المتصالح يعني لبنة تنية تمام طب دلوقتي اللي هو ما قدمش على تصالح لحد دلوقتي اه وحضرتك بتقول ان الحد النهاردة اه اخر المدة اللي هي تلاتين تسعة اللي ما قدمش على تصالح ده الاجراءات اللي هتتتخذ معاي قرارات ازالة فورية قرارات ازالة فورية ثم هنا بنواجه يعني مناجدة للناس اللي هي ما تصلحتش لحد دلوقتي انتوا اتصالحهم الدولة بتعمل كل ده من اجل المواطن ومن اجل الحفاظ على المواطن وعايز اتعيشك يعني في مكان سليم ويبقى معاك رخصة وعشان تقدر تقدم لك كل المرفقات اللي حضرتك تستحقها تقدم لك قهربة وماية وتقدم لك كل حاجة فعشان كده الحق بسرعة وتوجه وحاول انك تتصالح اهم النقطة بس يا سيد احمد انا عايز اوضح للمواطنين لان ده سؤال بيجيلي في المكتب كتير اول هو انا دلوقتي عندي مخالفة قبل 2008 قبل 2008 يجوز التقديم لطلب التصالح في اللايحة التنفيذية الاول لايحة تنفيذية لقانون التصالح صدرت كانت بتقول ما تم من مخالفات لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 مظبوط؟ تمام طب في التعديل في قانون واحد لسنة 2020 قالت ايه؟ قالت قانون 119 لسنة 2008 اللي هو قانون بناء الموحد وما سبق منهم من مخالفات يعني لو عندك مخالفة من سنة التسعين وخارج الحزر المروني تقدر تتصالح عليها يجوز التقديم لطلب التصالح تمام طيب هو طبعا انا بحاول اسألك يعني اسئلة كتير كده يعني ما باخدش الاجابة مفصلة او عشان الوقت تحتام تمام دلوقتي لو حد دفع غرامات قبل كده تمام ودفعها فعلي لما بيجي يقدم على قانون التصالح الغرامات دي بتتخصم من مبلغ التصالح ولا لا بتتخصم من مبلغ التصالح ولكن هناك بعد الإجراءات الأول انت بتدفع جديد التصالح الأول وبعد ما اللجنة الفنية اللجنة الفنية المختصة بتنزل طلب التصالح تفحص طلب التصالح اهيه ببال انت دفعت 25% تمام 75% تمام كده انا دفعت 10.000 جنيه معاك إصال صدات A اللايحة التنفيذية بتنص على كل الغرامات السابقة وده في التعديل برضو كل الغرامات السابقة بيتم خصمها من مبلغ التصالح بتاع حضرتك تمام كل الغرامات يعني حقك محفوظ طبعا طيب عايزك تقول لي موقف من بنى خارج الحيز العمراني بعد التقديم على ملف التصالح دي بقى عقوبة كسوى يعني احنا منتكلم في يعني نبع سكرية دلوقتي المحضر او مخالفة بتاعت حضرتك بتتحول لنيابة العسكرية بيتم فيها الفصل ما بين يا اما السجن اما الغرامة وهل القضية دي بتنتهي من النيابة العسكرية فقط ام بتستمر لا بتستمر بيتم احالتها للنيابة العامة وتفضل قضية لانك يعني خليفة مخالفة كبيرة جدا بعد قانون التصالح دلوقتي بيحترم سيادة الدولة تمام حضرتك تنتظر المخططات التفصيلية او تنتظر خريطة الكتل القريبة من السكام وتنتظر توجه الدولة البناء خارج الحاز العمراني على ارض الزراعية حاليا مرفوض وتوجه الدولة والكيادة السياسية حازم في الموضوع ده يسرح تمام طيب عايزة اسألك سؤال مهم طب انا دلوقتي خلاص اتصلحت فيه مجتند مهم انا لازم اخدم المحليات طبعا المستند هناك ثلاث مستندات بتاخدهم عشان تثبت ان نقدم على طلب التصالح اول حاجة رسم الفحص تمام وده وصل اصال سداد من المجالس المحلي تاني حاجة وصل جدية التصالح اللي هو الـ 25% تالت حاجة نموذج ثلاثة نموذج ثلاثة ده فايدته ايه بعد ما تستوفي الاوراق لو الورق بتاعك مستوفي يعني صور البطاقة كل حاجة فيه سليمة يعني صحي التوقيع محضر مخالفة رسومات هندسية وتقرير سلام انشاء الورق بتاعك مستوفي يتم ليك تسليم بطاقة شهادة بتفيد ان حضرتك قدمت على التصالح واستوفيد جميع الاوراق والشهادة دي فايدته ايه بتوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمبنى المبنى محل الطلب يعني لحد من اللجنة الفنية تنزل وتبت الطلب طبعا عشان الوقت انتهى هاخد من حضرتك اخر سؤال وهو فيه شروط معينة القانون التصالح ولا لا فيه شروط معينة القانون التصالح طبعا ايه يا شروط يعني ماينفعش حد يبقى باني على اراضي دولة املاك دولة ويتصالح ماينفعش حد يبقى باني على ضفاف نيل ويتصالح ماينفعش حد يبقى باني على هيئة اثار ويتصالح فيه 16 شرط في اللاحة التنفيذية سوز احمد مستثناء من قانون التصالح لكن أي حد باني خارج الحياة العمرانية ولهو مخالفة يجوز التقديم لطلب التصميم يعني الكلام مع حضرتك شيء والموضوع محتاج كتير جدا طبعا الموضوع محتاج كتير جدا ولكن الأسف انتهى سامحني وأنا بشكر حضرتك يا باش مهندس وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بأن الله ونشرح شرح مفصل أكثر من كده أعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياة وانتظرنا إن شاء الله في الحلقات القادمة